اشتركوا في القناة ان من نعمة الله علينا جميعا رغم تعددنا واختلاف اجناسنا والسنتنا اننا حينما دعونا بام الكتاب دعونا بها جميعا دون تلعتم ولا توقف ولا نسيان ام الكتاب التي بدونها لا تصلح الصلاة ولا تصح ام الكتاب التي جعل الله سبحانه وتعالى اقدس الايات في كتابه العظيم وان كان هناك برهان يدل دلالة على اننا امة واحدة ارضنا ام كرهنا على اننا امة واحدة فهي الفاتحة التي قرأناها دفعة واحدة جميعا رغم اختلاف السنتنا واجناسنا ورغم تباعد بلداننا وقاراتنا حضراتي الساد حاولت ان اجد موضوعا يلائم المقام يلائم المقام لان المقام قبل كل شيء ديني وسياسي في آن واحد ان يلائم المقام لان الجو الذي ينعقد فيه هذا المؤتمر كله كهرباء وكله توتر وسوف نصبح من الكاذبين على انفسنا اذا نحن قلنا غير ذلك او يتعبنا غير ذلك فاذا فلنجد موضوعا لخطابنا يمكن به ان نقف امام مسؤولياتنا تلك المسؤوليات العالمية تلك المسؤوليات الابدية لان مسؤولية الاسلام لا تنحصر لا في مكان ولا في زمان اذا نحن امام مسؤوليات امام مسؤوليات ابدية قائمة الى ان يريت الله الارض ومن عليها لذلك امام هذه المسؤوليات علينا ان نتحلى بالصبر والانات دون مهاودة فيما يخص المبادئ دون مراجعة فيما يخص ما قرر ولكن باكتر ما يمكن من اللباقة ومن الادب ومن الوقوف في المستوى التي الذي وضعتنا فيه شعوبنا فهناك بعض الاشخاص او المفكرين او الدول لما صارت تحلل الخريطة وجدت ان هناك قوة عظيمة ضخمة تكون من مليار من الاشخاص تسمى المسلمين وبين عشية وضحاها اصبح المسلمون محل العطف والحنان والحنو لانهم اصبحوا مطمعا واصبحوا مستهدفين للمسخ لذا رغم اكترتنا علينا ان لا نعطي لا اعداء البشرية لا اقول لا اعداء الاسلام لا اعداء البشرية ان لا نعطيهم مليار من السواعد وان لا نعطيهم مليار من البشر كأنهم رعاء او كأنهم قطعة من قطع ابل او غنم علينا ان نستخدم فكرنا وان نعرف ان طاقتنا ان لم تكمن في التكنولوجيا اليوم فستكون مستكملة للتكنولوجيا في المستقبل علينا ان نعلم ان ديننا يمكننا من خلق تلك المدينة الفاضلة التي صار يحلم بها كثير من الفلاسفة منذ افلاطون وغيره نعم ديننا هي هو المدينة الفاضلة حضراتي السادة نذكر دائما كلما اجتمعنا حقوق الشعب الفلسطين ولكن اعتقد شخصيا على اننا لم نركب الطريق السوي لحل المشكلة الفلسطين ذلك ان كل منا يغني على الاله وكل منا يعتقد ان الفلسطينيين هم من الايتان وله هو الحضانة عليهم وله هو ان يقرر له وله هو ان يخطط له فاحسن عمل يمكننا ان نقدمه للشعب الفلسطيني هو ان نتفق على مينموم على حد ادنى اذا نحن ضمننا لهم هذا الحد الادنى واحسو انهم اينما ترقوا الباب وترقوا الباب الصالحة ستفتح لهم الباب وسيجدون الجواب سنكون اداك قد قدمنا لي الشعب الفلسطيني اقدس الخدمات الشعب الفلسطيني قادر على ان يسير نفسه بنفسه فمنهم المهندسين ومنهم الدكاترة ومنهم الاطباء وربما في المستوى العالمي من ناحية التقافية لونسكو تعطينا الارقام انهم ضاربون الرقم القياسي من ناحية التعليم والتدقيف العالي فهم ليسوا في حاجة الى مربية ولسوا في حاجة الى مدرير هم في حاجة الى معونة لا تكون متضاربة يجدون هنا القول الابيض فيجدون هنا القول الاحمر فهذا يضرنا اولا لاننا نتفرق وتذهب ريحنا ويدرهم لانهم عند الدول الكبرى يقرلم اه الرئيس فلان لم يقل لهذا والسيد فلان لم يقل لهذا والملك فلان اجابني بهذا فيصبحون ضحية للتضاربات ضحية للمزايدات فاذا خرج العالم الاسلامي من هنا لا اقول العربي الاسلامي اذا خرج هنا بلا احاة عمل ولو في نقط قليلة وقصيرة ولكن عميقة مصيبة النافذة للصواب وللأهداف فيما يخص المشكل الفلسطيني لان اليقين اننا سنربح الاعوام والسنين وان تلك المنطقة بما ااتها الله سبحانه وتعالى من خيرات وما ااتها من علماء وادمغة ستصبح من المكونات القوية بل الاساسية للمجتمع العالمي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنق prosecution ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة